بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أحبة المؤمنين ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الأليم الجلل وتشاطرت هي والحسين بنهضة حكم القضاء عليهم أن يندبى هذا بمشتبك النصول وهذه من حيث معترك المكاره في السبا السلام عليك يا زينب السلام عليك يا عقيلة بني هاشم يا مولاتي يا زينب أحبة المؤمنون الواقع هذا الأمر المهم اللي دعا لعله دعا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لإخراج النساء وحتى يكون لهن الدور الأمثل لإبقاء ثورة الحسين لو لا السيدة زينب وجهاد السيدة زينب لن محى هذا الدين لن محت معالم ثورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قد شخص يقول لعد الإمام زين العابدين شنو كان دورا كل الدور للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لكن لأن الإمام الحسين لأن الإمام زين العابدين هو رجل مجرد أن يتفوه بكلمة يقتل ونلاحظ في مجلس ابن زياد مجرد أن أجاب ابن زياد ورد عليه ماذا أمر ابن زياد أمر ابن زياد أن يقتل أن يقتل إذا تعلقت به السيدة زينب هذا الدور الأول للسيدة زينب عليه الصلاة والسلام هو الحفاظ على الوجود الإسلامي وجود الإسلام أن أقصد الإسلام الصحيح القرآن النبوة الإمامة الدين الأخلاق المتجسدة وين في شخص الإمام الحسين ومن بعده ولدي زين العابدين فالسيدة زينب حافظت على حياته الشريفة المباركة مرتين مرة في كربلا حينما أرادوا قتله رمت بنفسها عليه المرة الثانية في مجلس ابن زياد عليه لعائن الله وجعله الله هو بني أمية في الدرك الأسفل من النار حينما أراد قتله تعلقت به عمته زينب قالت يا ابن زياد حسبك ما أبديت من دمائنا إنك لم تبقي مننا أحدا فإذا عزمت على قتله فاقتلني قبله يعني كانت موطدة نفسها على الاستشهاد في سبيل الله في سبيل الحفاظ على إمام زمانها زين العابدين سلام الله هي إذن كأمها فاطمة حينما حافظت على حياة أمي المؤمنين هي الآن هذا اليوم بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها مرتين حافظت على حياة الإمام إذن حافظت على الوجود الإسلامي وجود الدين وجود القرآن وجود النبوة الإمامة والأمر الثاني هو الدور الإعلامي للسيدة زينب كيف وقفت تخطب وتبين الموقف المخزي لأهل الكوفة حينما نكثوا البيعة إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها ريطة الحمقاء بالجاهل اسمها ريطة تغزل الغزل ثم تأتي بمقص وتقص تقص الخيط قلتم مثل ذلك دعوتم أخي وقتلتموه فإذن إنما مرث لكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون عيمانكم دخلا بينكم هذا موقف والموقف الآخر اللي أمام يزيد اللعين في مجلس يزيد وطاقي يتملق الناس للوقوف بين يديه في مجلسه لكن السيدة زينب ماذا تقول لإن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك لكن العيون عبرها والصدور حر تستظر قلت شون زمان اللي أنا أقف أمام واحد مثل يزيد كد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لن تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد يوم ينادي المناد ألا لعنة الله على الظالم وحينما رجعت إلى المدينة كانت تجلس في كل بيت تنصب مجلس عزاء تذكر ما جرى على أخيها الحسين عليه الصلاة والسلام وأهل بيته لذلك كانت أن تقوم الثورة فأرسل والي المدينة إلى يزيد إذا كان لك حاجة في المدينة أخرج زينب منها فإنها تولب الأمور عليكم استخدموا إياها سياسة التهجير كلا أخرجوها إما إلى مصر وإما إلى الشام رواية تقول أنها إلى مصر ورواية إلى الشام جاءت إلى الشام فتذكرت أيام الطف فحمت ثلاثة أيام وماتت وقيل أنهم قدسوا إليها السم ما منا إلا مقتول أو مسمو إذن هذا هو دور زينب فنحن مدينون لك يا مولاتي ويا سيرتي يا زينب بأبي أنت وأمي فسلام عليك يوم ولدتي ويوم استشهدتي ويوم تبعثين حية إن شاء الله والسلام عليك ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر